المشكلة عام ويستعاود كل صيفة وصيفة هذه بصيفة خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة ملحوظة في الفترة الخرانية كلها وليس لبيت تيار كهربائي خاصة للمدة الخرانية هذه زادت أثرت شوية على المشكلة عن النقص المورد زادت من حدد النقص المورد نحكو ديما بالتجربة نرجع في الفترة الخرانية أن النقص المورد في منطقة بير لحم منطقة أول مرة تصير للمشكلة عن النقص المورد بعد تشخيص فريق الصيان وفريق الأشغال الشركة الوطنية التوزيع المائن التضاحب بعد انخفاض كبير في المايدة المائنة نحكو عن انخفاض خمسة أو ستة متر في فترة وجيزة هذا يولي مشكلة كبيرة كيف كيف بالإضافة للاستهلاك المفرد بصراحة الاستهلاك المفرد خاصة من طرف المجامعة الفلاحية كان مجمع فلاحي تابع مدوبيت الفلاح ولا مجمع فلاحي تابع الصنات كيف كيف حتى المواطنين الاستهلاك المياه لا يوجد مقتصد ولا يوجد استغلال غير المنزلي كيف يوجد استهلاك المنزلي ويستعمل في الريه مثال الزيتون خدمنا برشاة على تدعيم المورد خدمنا زبن في غمراسم بير كحيل تجد استغلال ويستعمل في القريب العاجي يبدأ الأشغال بير القرداب كيف كيف في منطقة درين عنها بير عنكور كيف كيف بير في تطوين جديدة خدمنا بير في نكريف تجعل استغلال الفترة الفتة بير في رهاش خدمنا خدمة كبيرة في تدعيم المورد ومن ذلك هناك نقص في الموازنة المائية كما قلت كما قلت يجب أن نخدمه أكثر خاصة التوايط المواطن في الترشيد الإستالي كما قلت كما تعرف حسب الستاتيك أنا 85-86% لا يوجد المياه الري المياه الصراحة الشراب 10% يجب أن نخدمه هناك عداد عداد لا يحسب الفترة كان على حساب العداد وعلى الضوء العداد كمية العداد كان يحسب الفترة لا يوجد نقص لا يوجد وعاونتنا الصيفة وعاونتنا هذه الصيفة في المستقبل ثلاثة جددة يعملونها بطبيعة من السوش المحطة التي تكون تحل المشكلة بسيطة كبيرة في تطوين خزان غمراس خزان في ساعة 1000 متر يدخل الاستغلال في سبتمبر أو أكتوبر هذا يعاون كيف المشاكل المنطق المرتفعة في غمراس بإحداث الآبار ومحطة الزهرات وخزان غمراس هذه المشاريع تحلل المشكلة في تطوين التواصل شكرا